مشاهدين الثامنة صباحا مع موجز الأهم من الأنباء مع دينا شرف تفضل يا دين شكرا لك جمانة الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم ترأس الرئيس عبد الفتاح سيسي اجتماع مجلس الأمن القومي حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية خاصة ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة وأكد مجلس الأمن القومي أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته مشددا على أنه لا حل القضية الفلسطينية إلا حل الدولتين مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار وقرر المجلس العمل على توجيه مصر الدعوة لصدافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطوراته ومستقبل القضية الفلسطينية كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تسهيل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة للتخفيف عن سكان القطاع مشيرا إلى أن مصر تبدل جهودا لاحتواء الموقف في غزة وعدم دخول أطراف أخرى للصراع وأوضح الرئيس السيسي خلال استقباله وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلانكن أن رد الفعل الإسرائيلي تجاوز مبدأ الحق الدفاعي عن النفس إلى العقاب الجماعي لقطاع غزة مشيرا إلى أن غياب أفق القضية الفلسطينية أدى إلى تفاقم الغضب وصلت قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة لتحالف الوطني للعمل الأهل التنموي ومؤسسة حياة كريمة إلى مدينة العريش وتضم القافلة قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية وتستهدف القافلة دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من أجل المساعدة في تخفيف الأوضاع عليهم نتيجة الاعتداء الإسرائيلي وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حجد قواته على حدود قطاع غزة وأمهلت وزارة الدفاع الإسرائيلية سكان شمال القطاع وقتا إضافيا لإخلاء المنطقة يأتي هدف الوقت الذي وصلت فيه المدفعي الإسرائيلية القريبة من القطاع قصف مناطق داخله بينما قصفت طائرات الاحتلال مواقع داخل القطاع بينها مناطق ساكنية ومستشفيات أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ليصل إلى 2726 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر الجاري وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد المصابين ارتفع إلى أكثر من 10800 شخص وأبحث بالدفاع المدني الفلسطيني فإن أكثر من ألف شخص مفقودين تحت أنقاذ المباني المدمرة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل في مختلف أنحاء القطاع أعلنت الأمم المتحدة أن احتياطيات الوقود في مستشفيات قطاع غزة من المتوقع أن تكفي لنحو 24 ساعة مشيرة إلى أن توقف المولدات الاحتياطية سيعرض حياة ألاف المرضى للخطر ومن جانبه قال المفاوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونر وفليب لاذاريني إنه لم يسمح بدخول قطرة ماء واحدة ولا غذاء أو وقود إلى قطاع غزة خلال الأيام الثمانية الماضية مشيرا إلى أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة ختام مجزء الثامنة فاصل ونأود لحضركم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يومصر